أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مشروع مجمع مصنع الرمال السوداء يستهدف إنشاء مجمعات صناعية جديدة وتوفير عملات أجنبية بتصدير الفائد إلى جانب تطهير الشواطئ المصرية من المواد المشعة الضرة وكذلك توفير خمسة ألاف فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتطوير البنى التحتية الحيوية جاء ذلك في تقرير نشره مركز المعلومات بعنوان مجمع مصنع الرمال السوداء في مصر الأحدث من نوعه في العالم واستعرض التقرير وأبرز المعلومات عن مشروع مجمع مصنع الرمال السوداء في مصر